بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلاً وسهلاً أخواتي حبيباتي لدرسنا الأسبوعي وفي هذا الدرس نتعلم آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية صحيحة لأن مصادر العلم المصدرين الوحيدين لتعلم الدين الإسلامي هم القرآن الكريم والسنة النبوية إذا بدك تطبقي دين الإسلام تطبيق صحيح بدك ترجع إلى قال الله قال رسول الله إذا رحت إلى مصادر أخرى رح تحتاري رح تختلف عليك الإجابات ورح تصير عندك أشياء معقدة فنرجع لدين الإسلام من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة لحتى نفهم ديننا صح دين الإسلام دين جميل بيعلمنا كيف نفكر بيعلمنا كيف نشعر بيعلمنا كيف نحكي بيعلمنا سلوكنا بيعلمنا كيف نحدد أهدافنا بشكل واضح أنت عارفة أنت ليش عايشة وعارفة شو اللي بدك إياه بالحياة كل شي بالنسبة لإلك مفهوم ما في شيء ما في حيرة ما بتحسي حالك ضايعة ما بتحسي حالك يعني في ظلام لا بالعكس أنت الآن في نور نور العلم نور المعرفة أنت إنسانة مثقفة أنت إنسانة فهمانة وواعية إنسانة حكيمة عندك حكمة لما بدك تتخذي قرار ما بتتخذي قراره يلا بتعدي تتفكري بعدين بتتخذي القرار براوية ما بتتخذي قراره أنت مبسوطة كتير ولا بتتخذي قراره أنت زعلانة كتير ما بتتخذي قراره أنت معصبة بتتخذي قراراتك وأنت عارفة ليش عم تعمليها مش بناء على انفعالاتك ومشاعرك وعواطفك كتير من الناس بتتخذ بتتخذ قرارات لأنه عواطفها العاطفة عندها هيك كلهم لخبط لأن إحنا ما بنتخذ هيك قرارات أنا عارفة شو عم بعمل وعارفة شو اللي بدية عواطفنا بدنا نعرف كيف نتحكم فيها نتحكم بأفكار أنا مش قاعدين فكر 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 بالليل وبالنهار في خلاط في دماغك بتخفي في السرعة ما رح توقفي لكن بنصير نخفف شوية من سرعة الأفكار ونبدأ نحول التفكير السريع إلى تفكر فمنقعد نفكر نتفكر أنا شو اللي أخطأت وشو اللي صار وشو ممكن أغير وشو ممكن أبدل غيرت بدلت اتخذت قرارات وأنا عارفة ليش قراري عملته وهيك الحياة بتمشي بدنا نفكر صح يا أخواتي وبدنا نشعر صح بدك تتعلمي كيف تشعري صح القرارات اللي بنتخذها كل يوم كل ليلة عاداتنا اليومية أحياناً لأنه نحن محتارين أنت لما تكوني مش عارفة أنت شو بدك مصيبة هاي مصيبة لما إنسانة مسلمة تكون مش عارفة شو بدها شو هدفها والله هدفي السعادة إيش هي السعادة يعني؟ السعادة بعض الناس السعادة لإلها الجمال فبتلاقيها بتركض وراء الجمال بدي تزبط جلدها و بدي تزبط أضافرها و بدي تزبط شعرها و بدي تركض وراء الجمال الجمال جمال جسم هو السعادة فبتلاقيها بتركض في عالم آخر بعض النساء بتلاقيها السعادة هي أني أكون محبوبة بين الناس فبتلاقيها بتركض وراء إرضاء الناس بدها ترضي العالم بدها العالم تحبها بدها تكون محبوبة وهذه كمان بتروح للطريق الخطأ لأنه حب الناس ليس هو هدفنا إحنا بدنا الله سبحانه وتعالى يحبنا علاقتك مع الناس علاقة احترام أنا بحترم الناس احترام الناس ليس حب الناس انتبهي في اختلافين أنا أحترم الناس لكن الناس رح تعلق على حجابي الناس رح تعلق على أسلوبي الناس رح تعلق علي لأني أنا إنسانة متدينة هنا بعرف أنه أنا مو هدفي أني الناس تحبني أنا هدفي إنه الله سبحانه وتعالى يحبني هدول الناس اللي بيعلقوا علي ما رح أجادلهم ولا رح أعلق عليهم ولا رح أدافع حتى الدفاع أحيانا إن الله يدافع عن الذين آمنوا أحيانا حتى ما في داعي تحكي تطلعي عليهم وبتتبسمي وبتطلعك رايحة بطريقك يعني ليش تحطي أنت طاقتك ووقتك على شيء عارفة أنت إنه ما فيه فائدة ولا رح يسمعوك ولا رح يفهموك أنت يبدك حب الله سبحانه وتعالى معناته بدك تركزي على حب الله نحترم الناس نعم لكن أنا بدي الله سبحانه وتعالى هو اللي يحبني ما بدنا نكون مشهورين على الأرض يا أخواتي بدنا نكون مشهورين في السماء الشهرة في السماء مطلبنا وليس الشهرة في الأرض الشهرة في السماء بدنا الملائكة كلها تعرفنا بدك الملائكة تعرف صوتك وانتي في دعائك وفي صلاتك وقرآن لما بتقرأ قرآن الملائكة بتعرف صوتك في السماء وبتوعد بتسمعك وانتي بتقرأ قرآن لما بتدعي الملائكة بتسمع دعائك وبتقولك آمين وفي عندك ملك بيقولك آمين ولكي بالمثل انتي شو بدك بالبشر؟ شو بدنا بالعالم إحنا؟ خلينا بحالنا خلينا مستورين خلينا عايشين في بساطة خلينا عايشين حياة صحيحة الحياة الصحيحة هي تروي عاطفتك بالإيمان العاطفة يا أخواتي لما بيكون في فراغ عاطفي جوانا الفراغ العاطفي هذا بيخلينا نفكر أنا بدي أحس منيح أنا ماني مبسوطة ماني راضية في شي جوايا فاضي فراغ عاطفي فبتفكري أنتي أنه أنا رح أكون مبسوطة لما بشتري بتقوم بعض النساء بتروح بتضل تشتري 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 بتشتري أغراض المطبخ وبتشتري لأولادها بتشتري لأولادها ما هبة ودب محتاجين مش محتاجين بس بتشتري ليش؟ عشان تشعر إنها هي والله أم كويسة عشان تشعر إنها زوجة كويسة بتلاقيها بتعمل أشياء ما لازم تعملها بتلاقيها بتنظف بالليل وبالنهار عايشة بس لتنظيف بتنظف الأرض وبتنظف السقف وبتنظف الحيطان وجوه وبره ليه لنهار تنظيف 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 ليش؟ لأنه في عندها من جوة فراغ عاطفي أنا بدي زوجي يحبني فلازم البيت يكون دائما ننظيف أنا بدي أولادي يحبوني لازم أكون أنا أم صالحة يعني إنك تنظك ظلك تقضي يومك ونهارك بالتنظيف يعني وبتطبخ بدل الطبخة طبختين وثلاثة وأربعة ليش؟ عشان أولادي يحبوني عشان الناس يحبوني لازم أطبخ لكل العالم وأطبخ ستين طبخة أنت بتفكري إنه هذا الشي رح يثليكي يعبي الفراغ العاطفي لجواكي إذا بتفكري إنه هالشي رح يرضيكي لأنت غلطانة يا عمري مش هيك الإنسان يشعر بالسعادة السعادة الحقيقية إنك تروي عاطفتك بالإيمان نعم إحنا رح نطبخ لكن على قد احتياجنا ورح ننظف نعم بيتنا نضيف بس مش زيادة عن اللزوم إذا فيه بيت فيه أطفال مستحيل البيت يكون تمام تمام نضيف مية بالمية لازم يكون فيه شوية ألعاب هنا أغراض هناك هذا عادي عادي جدا إنه البيت ما يكون مية بالمية نضيف إذا فيه أطفال في البيت فلا ترهيقي نفسك بكثرة التفكير وتقولي والله أنا ماني أم طيبة أنا ماني زوجة صالحة أنا ماني مسلمة صالحة ليش؟ لأنه جارتي بتقوم الليل أنا ما بقوم الليل وجارتي التانية حافظ القرآن أنا مش حافظ القرآن نحن فهمين الدين غلط والله دين الإسلام ليس بحفظ القرآن الكريم دين القرآن الكريم نزل من أجل فهمه وتطبيقه الصحابة ما كل الصحابة حفظ القرآن الكريم أنت بتحفظي على أد قدرتك رضاك بقدرتك الله سبحانه وتعالى ما أعطاني القدرة على الحفظ معناته ليش أنت بتضايق حالك وبتزدعلي وبتكتئي بك عندك القدرة تحفظي آية واحدة فقط في الأسبوع خلاص هذه هي قدرتك أهم شيء أنك عم تعملي على حسب قدرتك رب العالمين عارف أنك بتقدري تحفظي آية واحدة بالأسبوع وعم تحفظي آية في الأسبوع والله رب العالمين راضي عنك لكن أنا لازم أحفظ لأنه فلانا حفظت لازم أصلي لأنه فلانا بتصلي ولازم أعمل لأنه فلانا بتعمل هذا ما رح يعبي الفراغ اللي جواكي ورح أتضلك دائما في حيرة ورح أتضلك دائما في ندم وزعل وتأني بالضمير ورح أتضل طول عمرك تعيسى إحنا بدنا السعادة الحقيقية هون بنتعلم السعادة الحقيقية ما هي السعادة الحقيقية؟ السعادة الحقيقية أنك أنت أول شيء عايشة عشان ترضي رب العالمين عايشة وهدفك الرضا أنا أرضى بقدراتي أرضى بما أعطاني الله القناعة القناعة كنز لا يفنى نقنع بما عندنا ونكون شكورين نشكر الله سبحانه وتعالى السعادة قمة السعادة في التواضع لما أنا ما بقدر أعمل شيء غيري بيعمل الله يبارك لها في قدراتها أنا ما عندي هاي القدرات في قدرات جسمية في قدرات ذهنية في قدرات أشكال وألوان أنت ما عندك هذيك القدرات يا حبيبتي عادي عادي تواضعي تواضعي أولي أنا ما أستطيع أني أعمل هيك أنا ما عندي القدرة بكل تواضع من تواضع لله رفعه الله لا تزعل وتتدايئي وتحردي وتعصبي أولي عادي أنا ما عندي القدرة ويعني وعادي ما في مشكلة إن شاء الله لكن السعادة كل السعادة إنه نتمسك بمبادئنا إحنا نتمسك بقيمنا أنت عندك قيم عندك مبادئ لازم تتمسكي فيها وتعرفي كيف تعيشيها كل يوم الأسبوع الماضي تكلمنا عن كيف إنه الإنسان دائما يتمسك بالدنيا وحب الدنيا وزينتها وزخرفها والطرف والرفاهية والاهتمام بالماديات والسطحية هذا كل ياته بسبب عدم وجود قيم ومبادئ واضحة ما عنا أهداف واضحة أنت مش عارفة شو اللي بدكي أنا بدي سعادة شو هي السعادة إذا أنت مش عارفة شو هي السعادة بتبدأي بتتلخبطي في هذه الحياة وتتخبطي لا بدنا نعرف أنه السعادة أول شيء أهداف واضحة مبادئ قيم واضحة السعادة هي وجود سكينة في القلب وجود رضا وجود قناعة في داخل القلب أنا عارفة إيش اللي بحتاجه واللي بحتاجه موجود عندي أشكر الله على وجود هذه الأشياء الأساسية إحنا مش بحاجة لكثرة الأشياء لحتى نشعر بهذه الراحة النفسية الراحة النفسية علاوة الإيمان لذة العبادة هذه كل ياتها مطلبنا وهذه هي السعادة الحقيقية وقلنا آخر مرة كيف لما يعني لما قارون خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ياريت عندي سيارة مثل سيارتها ياريت عندي بيت كبير مثل بيتها ياريت أشتري ملابس مثل ملابسها ياريت أدرة أشتري من المحل الفلاني مثلها اللي بيتطلع على الناس التانيين ويقارن وبتقولي إنه لذو حظ عظيم لما تطلع تقولي يا حظها بتحفظ كتير هي أدرة تحفظ القرآن الكريم يمكن هي حافظ القرآن الكريم وهذا القرآن رح يجي يشهد ضدها يوم القيامة اللي بتحفظ القرآن كاملا وبتبدأ تسيء الظن بالناس وتقول فلانا هيك وهذه رايحة من الجهنم وهذا منافق وهدولا مش مسلمين اللي بيبدأ يقعد على كرسي القاضي ويبدأ يحكم على الآخرين هذا ليس ذو حظ عظيم والله هذا سوء الحظ لإلهم لما الإنسان الأعمال الخير اللي عنده يبدأ ينزل من الآخرين ويبهدل الناس ويجادل الناس ونعصب من الناس هذا ليس حظ عظيم لما الأشياء اللي عندنا من قدرات من أمور الله سبحانه وتعالى أعطانا بدل ما نشكر الله نبدأ نتفاخر على الناس ونبدأ يعني نفكر إنه إحنا أحسن منهم وهذا للأسف الشديد هذا التفاخر وحب الظهور وننشر أغراضنا على السوشال ميديا هذا ليس ذو حظ عظيم هذا إنسان هذول ناس فاضية من جوة هذول جماعة عندهم فراغ عاطفي هذول جماعة تعيسين بدوروا على السعادة الحقيقية ما رح يلاقوها ما رح تلاقي الحياة ما رح تلاقي السعادة الحقيقية والسكينة والروحة النفسية في نشر أغراضك على السوشال ميديا ما رح تلاقي في التفاخر ولا في اللبس الغالي ولا في الحذاء الغالي ولا في المكياجات ولا في العطورات ولا في الدهب والفضة السعادة الحقيقية داخل القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمأنينة القلب والسكينة هي السعادة الحقيقية وقال الذين أوتوا العلم الآن اللي عندهم علم الفهمانين اللي عارفين شو هي السعادة اللي فهمين شو هي حلاوة الإيمان اللي عارفين إيش يعني إنسانة سعيدة شو قالوا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ثلاث أشياء الذي يؤمن بالله ويعمل صالحا وصبر هدول هم اللي يجلبون السعادة هدول اللي بيجيبوا ثواب الله سبحانه وتعالى والثواب ثواب الله للي بتآمن وبتعمل الصالحات وتصبر هذه ثوابها في الدنيا أولا ثواب الله في الدنيا يعطيك طمأنينة في قلبك يعطيك رضا يعطيك سكينة ما في جزع ما في هلع ما في ردة فعل ما في عصبية ما في ضيق ما في نكهد ما حاستها مخنوقة قاعدة تشكي بالليل وبالنهار لا سكينة في الداخل رضا وقناعة هذا المطلوب هذا ثواب الدنيا غير ثواب الآخرة لما توقى في يوم القيامة مع النبي عليه الصلاة والسلام ونور على وجهك وعلى منابر من نور وتحت ظل عرش الرحمن وتكريم قدام كل البشر وتقعد دقائق معدودة وتروحي على الفردوس الأعلى وتفتح لك الملائكة الأبواب وتقول لك سلام عليكم طبتم طابة أفكارك وطابة مشاعرك وطابة كلماتك وطابة سلوكك وطابة حياتك وعرفت شو بدك واخترتي كل شيء طيب واخترتي السلوك الطيب واخترتي الصبر واخترتي الرضا واخترتي القناعة والهدوء النفسي والسكينة ولذة العبادة وحلاوة الإيمان اخترتي صح وعرفتي صح وقررتي صح واشتغلتي صح وبيقول لك فدخلوها خالدين ادخل الجنة إلى الأبد وتجي الملائكة وتهنينا وتقول سلام عليكم بما صبرتم نصبر على العبادة ونصبر على أذى الناس شو همنا الناس حبونا كرهونا ما همك انت شو بدك العالم شو بتحكي انت شو بدك في عالم آلة وعال وشو بيفكروا الناس أنا عليّ أحترم الناس عليّ احترام الناس لكن يحبوا ولا ما يحبوا هذا مو شغلي أنا ما عليّ الناس تحبني الناس ما حبّت النبي عليه الصلاة والسلام الناس ما حبّت الأنبياء سبحان الله اوذو يعني فيه أذى للنبي عليه الصلاة والسلام أذو الأنبياء الناس يتكلمون حتى على رب الأنبياء العالم بيقولوا يد الله مغلولة والناس بتقول عن الله سبحانه وتعالى كلام هذا كلياته يعني إذا رب العالمين ما خلص من ألسنة الناس إحنا بدنا نخلص من ألسنة الناس فلا يكون هدفك إنه الناس لازم تكون راضية عني والناس لازم تكون تحبني لا أنا الآن أنا اللي عليّ أنا واجبي إني أنا أحترم الناس أنا أعمل اللي عليّ وبس الباقي مش شغلي الآن أنت يا أختي يا حبيبتي بدك تعرفي أنت الآن ما هو هدفك لما يكون هدفك واضح في الدنيا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعطيك من الخير الكثير فإحنا حكينا كيف أنه الفراغ العاطفي هو السبب كل يعني تفكير خاطئ وبيخلينا نروح للطريق الخاطئ لأنه أنا العاطفة خطأ فبدنا بدي أشعر يعني شعور جميل بدي أشعر هذا كل ياته من أين يأتي يأتي من معرفة إنه الله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق لنا هذه الشهوات في عنا شهوة الطعام في عنا شهوة النوم في عنا شهوة الكلام في عنا شهوة اللباس شهوة الظهور شهوة إنه الناس تحبنا هذه كلها ياتها شهوات المفروض أني أنا أضبط هذه الشهوات ضبط الشهوات هذه مطلب أنا لازم أضبط هذه الشهوات لأنه هي ليست هدفي هدفي ليس أني أحكي وأكل وأنام وأشرب وأنبسط وأطلع والناس تشوفني وتحبني هذا ليس هو الهدف هدفنا إن شاء الله الآن أصبح واضح هدفنا هو الرضا والقناعة ومعرفة كيف نجلب هذه القناة طب شو اللي بيخلينا نقتنع بهذا الشيء؟ طبعاً بدنا نشوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بتشوفي أنت حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل الصبر اللي عنده والثبات والاحتساب هل كانت حياته جميلة يعني؟ هل كانت حياته مثل حياتنا؟ نحن عايشين في بيوتنا آمنين وعننا أكل وشراب وكل شيء متوفر الأساسيات الأساسيات اللي إحنا بدنا إياها كلها متوفرة يعني أنت يمكن تقولي شو هي الأساسيات؟ الأساسيات على فكرة تختلف من شخص إلى آخر يعني بعض الناس الأساسيات إنه هو يكون بيت كبير وعفش من محلات معروفة الأساسيات يعني إنه الإنسان يكون عنده مثلاً أشياء طبعاً أحياناً بتكون رفاهية وإحنا بنقول إنها أساسيات دعلينا أول شيء نفهم شو يعني أساسيات شو هو المطلوب يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر آية في القرآن الكريم يعني ألهاكم التكاثر في الأموال والتكاثر يعني بعض الناس بتشتري أغراض كتير فشراء أشياء كتير يعني ملابس كتير وأكل كتير وشنتات وأحذية وميكياجات وأغراض بنظلنا نشتري 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 وأولاد بدنا نخلف أولاد كتير للأسف الشديد لكن العالم ما عم بتربي صح تربية الأولاد كلها غلط بغلط بنربي أولاد عشان ندمرهم نفسيا بنربي أولاد علشان نحكي لهم ادرس 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 ليش عشان الناس بنربي أولاد عشان نقولهم لازم تشتغل شغل منصب هيك عالي علشان إيش علشان الناس عشان يكون عندك راتب عالي بنربي أولادنا على إنه كثرة المال هي السعادة والجمال هو السعادة وحب الناس هو السعادة وحب الظهور والتفاخر هو السعادة بنجيب أولاد وبنعلمهم غلط وبندمرهم نفسيا وبعدين بنقول والله ابني غلط وبنتي غلط وعايشين في تعاسى سبحان الله لا بدنا نربي أولادنا صح والتكاثر في الأولاد بنجيب أولاد وبنعلمهم صح إن شاء الله وإحنا بنكون قدوة حسنة بعد ما قرأ ألهاكم التكاثر النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه أنا حكيت لكم إياها الأسبوع الماضي فقال مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت وأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمقيت هذه حكينا يعني أنت الآن بحاجة إلى أكلتك لها ولبسة البسيحة لكن الباقي إن شاء الله يكون بالصدقة يعني إحنا الآن مع الوضع في إخواننا في فلسطين الآن إحنا الواجب علينا واجب وليس صدقة وليس تطوع وليس نافلة واجب الآن نخفف من أطعمتنا ونخفف من الشراء ونخفف من الطلعات والجيات لحتى نعطي إخواننا في فلسطين وفي سوريا كمان لأنه برضو كمان في عندهم أصف هذا الآن واجب الواجب إنك تخلي عندك الأساسيات اللي بتحتاجيها ونعطي ونشارك إخواننا أد ما نقدر طب ما هي الأساسيات يعني شو اللي أنا بحتاج لإلو والباقي نعطي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لبني آدم حق حق يعني حقك أنت في الحياة هذه الخصال أولا قال بيت يسكنه مدام أنت ساكن في قدامك في فوقك سائف وساكن في بيت لو دفعت أجار البيت فهذا أجار البيت يعتبر ضرورة وحق لازم تدفعي وثوب يواري عورته أنت الآن بحاجة إلى لبسة لما تطلعي بحاجة للباس خارج البيت وبحاجة إلى لباس داخل البيت وجلف الخبز والماء جلف الخبز يعني وعاء الوعاء هذا أنت في هذا الوعاء بتعملي أو تصنعي الطعام يعني تصنعي الخبز يعني هم عادة كانوا يصنعوا الخبز يعني أنت بحاجة إلى وعاء لحتى تطبخي فيه إحنا مش بحاجة إلى ستين طنجرة ولا بحاجة إلى ستين صحن وستين معلى أو كاسة كاسات أشكال وألوان صرنا الآن أغراض المطبخ أصبحت زيادة عن الحاجة إحنا الآن بحاجة إلى وعاء عشان نطبخ فيه بحاجة إلى لبسة داخل البيت ولبسة خارج البيت أنت بحاجة إلى حذاء واحد أنت بحاجة إلى شنطة واحدة كل شيء الآن موجود عندك هذا الباقي بدنا نعطي في سبيل الله إعطاء في سبيل الله الآن وهذا أصبح الآن واجب يا أخواتي واجب علينا أنه نحن نخفف من الطعام اللي بناكله علشان نبعث لإخواننا في فلسطين نخفف من شراء الملابس والأحذية والإكسسوارات والآن واجب علينا أنه نقدم لإخواننا شهوة الطعام والشراب الآن الآن مش وقت شراء الأغراض الشركات اللي عم بتساعد الأعداء الآن واجب واجب علينا أنه نقاطع المقاطعة الآن واجبة مش والله بنحاول ما في بنحاول ما في بفكر شهوة الطعام جوعانة بطنك بتأرقر من الجوع واقف قدامك مكدونالدس لو أعطوكي وجبة قالولك دولار واحد خدي وجبات قولي ما بدي منكم الله الغني لا ترضي لا تروحي مكدونالدس تشتري من عندهم أو تروحي ستارباكس تشتري من عندهم لشغلة تشربيها وانت عارفة انه أموالهم عم بتروح للأعداء هم عم بيشاركوا واجب علينا يا أخواتي لو بدي أموت من العطش بشرب مي ما بشرب من عند ستارباكس يا أخواتي يا روحي يا عمري إذا أنت ما عندك لبسة تلبسيها غير شركة نايكي بتقولي الله الغني لو شركة نايكي حططلك تنزيلات تسعين بالمية قولي الله الغني منكم ومن شركتكم لا تروحي تشتري من شركة نايكي ولا جلدينا شف بحاجة لا تروحي إلى شركة مثلا لوريال أوعي تشتري بيبسي ولا كوكاكولا ولا سيفن أب ولا من الشركات المقاطعة الآن واجبة أقل شيء والله أقل شيء أقل شيء بنقدر نقدمه نقاطع الشركات المعادية للإسلام إذا أنت بدك الراحة النفسية أكينا الفراغ العاطفي هو سبب التعاسى عبي فراغك بأنك تعبي قلبك بالإيمان أخلي عندك علم أنجزي في الحياة مش بالأكل وبالشرب ونروح نشتري ملابس من شركات معادية للإسلام ونشتري من المطاعم المعادية للإسلام ونشتري عصيرات الشركات المعادية للإسلام وبتفكري أنك أنت راح تكوني سعيدة والله سعادة في الدنيا تعاسى في الدنيا وتعاسى في الآخرة والله خليكي قوية المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الآن لازم يكون عندنا قوة نفسية لا تضعفي لا تضعفي قدام الشركات لا تضعفي قدام التنزيلات الآن كلهم عاملين تنزيلات الآن والله ما راح نشتري من أكلهم ولا راح نشتري من شرابهم ولا راح نشتري من ملابسهم ورح نقاطعهم ورح نخفف إحنا من الأكل والشراء والطلعات والجيات ورح نبعث لإخواننا في فلسطين ورح نعطيهم أد ما نقدر الآن هذا واجب يا أخواتي هذا ليس نافلة هذا ليس يعني اللي بتقدر يعني مأجورة لا هذا واجب اللي ما تقاطع الآن آثمة واللي ما بتخفف من الأكل والشراب والشراء واللبس والطلعات والجيات وبتقدم لإخوانها في سبيل الله آثمة إحنا الآن آثمين إذا ما قدمنا ملايين من المسلمين الآن بلا بيوت بلا أكل بلا شراب وإحنا نيجي نزور بعض زيارات عم تشتري بسكوتات وكيكات ومكسرات وعصيرات ما إلو داعي هذا الحكي كل ياتو إنتي قولي لصاحبتك يا حبيبتي أنا بدي أجي أزورك لأني بحبك بدي أشوفك كل بسكوتة كل كيكة كل عصير بدك تشتري لأني جاي عندك أرجوكي حطي ثمنولة إخوانا في فلسطين أنا لأني بحبك أنا جاي أحكي معاكي أنا جاي أشوفك أنا ما نجاي أكل وأشرب إذا بدك تطبخي طبخة حطي ثمنها في سبيل الله عندك مناسبة الهدية اللي بدك تشتري ليها أرجوكي حطي ثمنها صدقة في سبيل الله والله إنه إحنا قادرين يا أخواتي بنقول والله أنا شو بقدر أعمل اتنين مليار شخص اتنين مليار شخص لو كل شخص واحد فينا بس دولار واحد بنقدر نساعدهم يعني خلينا نقول مليار فقراء ومليار أغنية لو الأغنية المليار من المسلمين الأغنية لو حطوا كل يوم بس دولار واحد بيشبعوا اللي جوعانين من المسلمين والكفار كمان والله لنشبع الحيوانات والطيور كمان لو حطينا فعلا لو كانت القيم والمبادئ واضحة قدامنا السعادة هي في القلب ليست في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في الطلعات ولا في الجيات سعادتي في قلبي سعادتي في فكري لما أفكر صح لما أشعر صح لما أتكلم صح احترام لما يكون في عندي احترام للناس حوالي أشعر بسعادة الصبر الصبر هذا فيه سعادة لكن الناس اللي دائما فيه جزع وهلع ومعصبين وشكوى شكوى شكوى سلبية سلبية هذا تعاسى في الدنيا وفي الآخرة بعدين بتروح لعشان لأنها تعيسى لأنها بتفكر غلط لأنها تشعر غلط لأنها بتحكي غلط لأنه سلوكها غلط بتدور على السعادة بتروح بتشتري وبتطبخ وبتنظف وبتطلع وبتنزل وبتروح وبتلف وبتشوف الناس وبتحكي مع الناس وعالتليفون بالساعات وقاعدة على السوشال ميديا ساعات وساعات علشو بتدوري حبيبتي بتدوري على سعادتك سعادتك في قلبك والله سعادتك مش بالتليفون سعادتك مش عند الناس سعادتك مش في الأسواق سعادتك مش في البيوت والسيارات سعادتك مش في الشوارع سعادتك داخل قلبك نعم إحنا جماعة جماعة بننبسط جماعة بنروح بنروح بننبسط وبنشوف أخواتنا في الله وبنحكي معاهم وبنناكل وبنشرب لكن بنعمل كل هذه الأمور في توازن كل هذه الأمور بنعملها في توازن نتعلم التوازن لحتى ما نطلع عن الحد والله سبحانه وتعالى إن الله حدد حدودا فلا تعتدوها في حدود في حدود لكل شيء في حد للطعام وحد للكلام وحد للشراب وحد للنوم في حد للإنبساط في حد للضحك في حد لكل شيء حد للمتعة لأن ما نتعدى هذا الحد وإحنا نقول عشان نبحث عن السعادة السعادة نتعلم هذه الحدود وهيك الإنسان سبحان الله أنت بيكون في عندك من جواك أنت عارفة أنه في عندك توازن التوازن النفسي التوازن الفكري هو اللي بيخلي في عنا توازن في كلامنا توازن في سلوكنا فلا نخطئ هنا بنصير ناس محترمة مؤدبة صبر ثبات عزيمة هيك بيصير عنا إحنا هذه المبادئ تأتي فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا إشي الأساسيات اللي بدنا إياها أكتر من هيك معناته هذا يعتبر زيادة الآن ليس وقت الزيادة الآن وقت العطاء هلا بدنا نعطي وقت إنه نمسك إيدينا ونعطي ونشارك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة أنا لما أموت رح يلحقوني إلى قبري ثلاثة أهله وماله وعمله أولادي أنت رح كل بني آدم على وجه الأرض رح يلحقوك أولادك بناتك رح تيجي تزور القبر زوجك أرايبك أهلك حبايبك بيرحقونا للقبر وماله المال بيلحقنا وعمله يلحقنا فيرجعوا اثنان ويبقى واحد الأهل رح يرجعوا يروحوا على بيوتهم المال رح يروح لأصحابه الورثة شو ما اشتغلتي في الدنيا وتركتي كل اللي تركتي ما عد لإلك أصبح لغيرك الدهب اللي تركتيه بد يروح لبناتك بد يروح لأولادك المال اللي تركتيه رح يروح لزوجك وولادك وبناتك البيت اللي ضليتي تشتغلي ستين سنة لحتى تعمري ما رح أتاخدي ما منه مفتاح البيت ما رح تاخدي الآباء والأماءات الآن بيشتغلوا بيشتغلوا بالليل وبالنهار بيقولوا علشان نأمن المستقبل علشان نأمن المستقبل مشغولين بالشغل بالليل وبالنهار وما علمنا أولادنا مبادئ ما علمنا أولادنا قيم ما علمنا أولادنا الصدق والأمانة وبنموت وبيجوا الولاد بعدين بيتهاوشوا على الورثة الأولاد والبنات عم ياكلوا بعض المسلمين عم ياكلوا بعض قاعدين المال صار بالنسبة لإلهم في شرح صاروا ياكلوا ورثة بعض صاروا يكذبوا على بعض والغش ويعملوا أوراق بالغش والله بدهم ياكلوا بعض بالحياة أنو مستقبل هذا إذا أنا بدي أترك لإبني بيت وما تركت له قيم ما تركت عنده صدق وأمانة أنو مستقبل هذا أنو مستقبل هذا مستقبله ومستقبلي نار جهنم أنو مستقبل لما أنا أشتغل باللين وبالنهار ما أعلم ابني الصدق والأمانة ما أعلم ابني السعادة الحقيقية في راحة النفس مش في كثرة المال أصبحوا الآن المسلمين يأكلوا بعض الغش والكذب في كل مكان ليش مال 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 أصبح نعمت البصيرة الآن كل المال صار كل شيء بنات المسلمين الجمال 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 بدأ تشتري ملابس وبدأ مكياجات وبدأ تغير من خارها وأنفها وشعرها عم بيحطوا مئات الدولارات على أغراض سخيفة ليش عشان بدأ تظهر حالها جميلة لي يا حبيبتي أنت شو هدفك يعني أنت لما تشتري أغراض وتغير من خارك شو علمنا بناتنا شو علمنا بناتنا لما تطلع البنت أكبر همها إنها تكون جميلة لما تطلع البنت سطحية أكبر همها عرس وفسطان العرس والحب الظهور طب أنت عارفة أصلا شو هو الزواج وشو مسؤوليات الزواج هلأ كل البنات عم تركض بدأ تتجوز حكي ما بتعرف تحكي أدب ما فيه احترام ما بتعرف تسمع سمع ما بتعرف تسمع بدأ تقاطع صوت حواصل لعند الجيران شو علمتي بنتك أنت قبل ما تجوزيها شو علمتي بنتك طبخت وكنست جاهزة للزواج هو الطبخ والتكنيس هذا هو الوظيفة للزوجة وين الزوجة المطيعة اللي بتسمع زوجها لما بيحكي أنا ما بقول إنه الأزواج كلهم ابنك ابنك نفسه والله إذا ابني اشتغل خلص جاهز للزواج يلا جوزنا طب ابنك ما عنده احترام ابنك ما ما عنده أدب ما عنده كيف بتجوزي وبتقولي يلا لما بيتجوز إن شاء الله بيعقل بنزد تولاد غير مؤدبين على بنات الناس لما يتجوز بيعقل لش هي وظيفتها تعقله هي وظيفتها تعلمه هذه وظيفتك أنت يا أم أنا بعلم ابني يسمع بعلم ابني يحترم بعلم ابني الأدب مش المصاري 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 شغل بس بعض الرجال المسلمين بيشتغلوا بالليل وبالنهار مفكر إنه أنا وظيفتي أجيب مصاري وبس طب ولا أولاد هم جايين من عند الجيران هدولة هدول أولاد الجيران ولا جايين من الأمر أولادك ولا مش أولادك هدولة المرأة هي اللي بتدرس وهي اللي بتعلم وهي اللي بتفهم وهي اللي بدي تعمل كله تربية الأولاد على الولد والبنت تربية علمي ابنك إنه ولادك مسؤوليتك مش مسؤولية زوجتك أنا مسؤولة أعلم ابني هالحاكي أنا قبل ما أجوز ابني بقول له لا تخلف لحتى تكون جاهز للتربية لأ أنت اللي بدك تعلم ولادك للمدرسة إذا بدك توعد تتعصب على أولادك وأنت بتعلمهم لا تخلف لا تجيب أولاد وتدمرهم نفسيا وتنزل من قيمتهم وكرامتهم إذا ما بتعرف تدرس وتربي وتصبر لا تخلف أولاد ولا تتجوز إذا مش قادر تسمع زوجتك إذا ما عندك القدرة إنك تفهم في شيء في الحياة اسمه مشاعر إذا أنا ما علمت ابني إنه في شيء اسمه مشاعر بدك تتفهم زوجتك لأنه عندها مشاعر بدك تسمعها هاي الأشياء إحنا بدنا الحياة كله غلط بغلط كيف علمنا أولادنا؟ علمناهم لازم يصير عندك مصاري ولازم تعملي وتنطفي وتطبخي هذه هي الحياة لا موها هي الحياة الحياة فيها أعلى من هيك فيه قيم فيه مبادئ فيه أشياء أكثر من هيك بكتير فيه بني أدمين حوالينا بدنا نعرف كيف نحكي معاهم بدنا نعرف كيف نتصرف بدنا نتخذ قرارات صائبة صحيحة عاداتنا اليومية عاداتنا اليومية شو بنعمل كل يوم؟ لذلك يا أخواتي التركيز التركيز كل التركيز على دنيا 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 هذه مصيبة هذه بتخلي الإنسان أصبح الآن كل قراراتنا راح تكون خاطئة لأنه ركزنا على الخطأ لأنه فهمنا للحياة كلياتها أصبح خطأ فإحنا لازم نفهم أنه هذه الحياة دار ممر هذه دار ممر هي جسر لكن الحياة الأصلية الحياة الباقية هي الحياة الآخرة بدنا نشتغل لآخرتنا صح بدنا نشتغل صح بدنا نفكي صح بدنا نفهم أولادنا صح لما جئوا الصحابة لعند النبي عليه الصلاة والسلام أنتوا كلياتكم عارفين الحديث ومروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال نام رسول الله على الحصير فقام لما آم وقد أثر في جنبه الحصير أثر على جنب النبي فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يعني خلينا نجيب لك فرشة مريحة خلينا نجيب لك سرير حلو هيك شان ريحك يعني شيء مريح فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي وللدنيا شو بدي بالدنيا أنا شو بدي بالعفش والبيت والأشياء هادي ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة أنا مسافر بدي أرتاح تحت شجرة باجي بشتري عفش وبدير بالي على الشجرة طبعا أنا مسافر في طريق لسه بدي أكمل سفري ما باجي بهتم بالشجرة هادي لأنه أنا ما يعايش عند الشجرة أنا بدي أرتاح تحت الشجرة أنا مسافر لسه في قدامي سفر نحن الدنيا هادي أنت الآن مسافرة إلى الآخرة الهدف هو الآخرة الهدف هو الجنة أنت الآن في الطريق معقول إنسان هو المسافر وهو ماشي بالطريق بيعمر بيوت بالطريق بيعمر بيشتري وبيشتغل هو مسافر المسافر لا يعمل شيء في السفر هو بيحضر ل وين بدي يروح ل مكان المقر المكان اللي بدي يقعد فيه مكان الإقامة فإحنا الآن ما رح نركز على الطريق وإحنا مسافرين أنت الآن سافرتي على ولاية تانية مثلا رايحة عشان إجازة رايحة إجازة على بلد من البلدان رحتي على تركيا رحتي على تركيا إجازة ما عندك إقامة في البلد ما عندك جنسية بتروحي بتشتري بيت طب ما أنا بدي أتركها وأطلع أنا في إجازة أنا في إجازة لمدة شهر في تركيا ما عندي إقامة ولا إجازة ولا عندي أي شيء في تركيا وعارف حالي أني أنا قاعدة شهر ورح أرجع على أستراليا بروح بشتري بيت بتركيا تركيا بهالشهر نحن نفس الشيء هنا ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلة تحت شجرة ثم راحة وتركها ما نرايحة ما نراحة أترك الدنيا هاي نعم نستأجر بيت بس إذا أنا الهدف ليس شراء البيت إذا عندي مليون دولار ما شاء الله وقادرة أشتري بيت بشتري بس أنا ما عندي ما بروح بشتري والله بدي أشتغل بالليل وبالنهار لدرجة أني ما أشوف أولادي لدرجة أني مش قادرة أعود أحكي معاهم أربيهم أعلمهم شغل ليل نهار ليش الهدف شراء بيت ورح أترك البيت وأطلع وبعدين لأني ما علمت أولادي قيم لأني ما علمت أولادي آداب وأخلاق وإسلام وصدق وأمانة وأدب لما أموت البيت اللي ضليتني أشتغل فيه بالليل وبالنهار أولادي رح أياكلوا بعض مين اللي رح يأخذ البيت كل واحد بيقول أنا اللي بدي أخذ البيت وممكن يضحكوا على بعض ويكذبوا على بعض ويغشوا كل واحد الشاطر الذكي اللي يأخذ البيت أنا شو علمت أولادي لما تركتهم وقعدت أشتغل بالليل وبالنهار يا أخواتي والله لأنه المسألة خطيرة اللي عنده مال إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا مال بنشتري بيت بس إذا الله سبحانه وتعالى ما أعطانا المال نستأجر لكننا نربي ولادنا صح نقعد مع ولادنا بس مش بالإجبار مش بالإجبار قوم صلي إنت مش مسلم وبتروح على نار جهنم لا مش هيك كمان بالبهدلة ما في بهدلة أول شيء لازم أنا أكون أعمل القدوة الصالحة أنت أولادك مرايا عنك أنا إذا ابني عم بسب بصرخ أول شيء بدي أسأل نفسي أنا بصرخ أنا بسب منين جاب السب؟ منين جاب البهدلة؟ بقول له لو سمحت في هذا البيت ما في حدا بتصرخ في هذا البيت ما حدا بسب أنا بسب إذا كان الجواب آه مصيبة إسألي ابنك أو بنتك لما تطلبي من ابنك أو بنتك طلب أول شيء قولي لهم أنا بعمل هيك لما تقولي لبنتك لا تصرخي وإنت بتحكي معي أنا بصرخ عليك إذا قالت لك آه معناته بدك تشتغلي على حالك أول إشيء أنا بسأل ابني أنا بصرخ لما بحكي معك إذا الجواب لا معناته لا تصرخ علي معناته لما تحكي معي لا ترفع صوتك وأنا بسمعك ما في داعي تصرخ يا ماما أنا سامعتك لما يقاطعني في الكلام أنا بقاطعك يا ماما لما بحكي معك إذا الجواب كان لأ معناته لو سمحت لما أنا أحكي معك أما نيجي نقولهم لا ترفعي صوتك ولا تسبي وأنا برفع صوتي وبسب شو علمنا أولادنا علمنا أولادنا يكونوا حيرانين ويقولوا شو هذا شو اللي عم بصير يعني معناته أنا لما أكبر لما أصير أم لما أصير أب بصير إني أنا أصرخ وأسب وأبهدلي يعني هذا عادي يعني حلل يعني علمناهم دين الإسلام كله غلط بغلط علمناهم كله مبادئ وقيم كلها مشوهة هيك كلها خطأ كله علم مشوه معرفة مشوهة هذا ليس دين الإسلام دين الإسلام تطبيق حملي أنا أطبق وبقول يا ماما لو سمحت أعمل هيك الطفل الصغير في عقاب العقاب ليس الضرب ليس الإهانة ليس الصرخ العقاب أنا بحرمه من شغله هو بيحبها لحتى يفهم إنه اللي أنت عملته سلوك خاطئ وغير مقبول من غير كثرة كلام من غير إهانات من غير تدمير نفسي بدنا نتعلم بدنا نفهم بدنا نعمل صح فالحياة الدنيا هذه ليست دار مقر إحنا مش قاعدين هنا هذا ليس مش دار الإقامة هنا ليست ما فيه هنا إحنا مش عايشين هنا هذه الحياة رح نتركها ونطلع لذلك لازم نتأكد إنه إحنا اللي عما نعمله هو اللي صح يقول النبي عليه الصلاة والسلام إخشوشنوا يعني خلي عندكم شوية يعني لا تأكل كتير وتشرب كتير وتتنعم كتير إخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم النعم لا تدوم نعمة الصحة لا تدوم نعمة الوقت لا تدوم نعمة الطعام والشراب لا تدوم إحنا اليوم عايشين في أمان بكرة ما بتعرف شو بيصير بنقول إحنا ما عنا حرب الحمد لله ما في حرب بس يمكن تيجينا صاعقة من السماء من فوق ينزل علينا طوفان يغرق بيوتنا كلها ترى ترى يمكن تيجي ريه هو ينزل كل بيوت أستراليا ترى أنت مفكرة أنه إحنا في أمان يعني ما في حرب طب يمكن تيجينا الآن حرائق تحرقنا كل يدنا اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم أنا بدي أعد أستنى لحتى يجيني يعني تذكرة من السماء ولا من تحت الأرض لازم أتذكر الآن خلص وأنا عايشة في النعم خليني أطبق صح خلينا نبتعد عن الحرام لحتى إن شاء الله نتعلم الصبر ونتعلم الثبات والصمود ما نضعف فيه ناس لما بتجوع بتصير بتعصب وبتسب وبتبهدل فيه ناس لما يكون ما عندها مال كفاية بتبلش تحكي كلام ما بجوز تحكيه هذا كله ضعف الضعف لا إحنا نتعلم الصبر نتعلم الصمود نتعلم الثبات ليش إحنا بنصوم؟ ليش الصيام؟ لما بنصوم الصيام يعلمنا القوة قوة الثبات الصبر هو مش عشان نشعر مع الفقراء فقط اللي بتفكر إنه الصيام من أجل إنه نشعر مع الفقراء فقط لا حبيبتي الصيام بيعلمك أنت إيش هي نقاط ضعفك الصيام يعلمنا الثبات والصبر أنا جوعانة مع إني جوعانة ما رح أرفع صوتي ولا رح أسب ولا رح أبهدل ورح أستمع ورح أصلي رح أعمل اللي علي وأصبر الصيام يعلمنا مبادئ وقيم لش ضعف نجزع ونهلع ونسب ونرفع صوتنا ونشكي نشكي ونبكي والنق لا 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 نصوم ونحن عارفين ليش نصوم نصلي ونحن عارفين ليش نصلي أنا لما أصلي صلاتي مش الله أكبر الله أكبر لا أنا بصلي صلاة صح ليش لأنه لما أقول في صلاتي بين كل سجدتين ربي اغفر لي وارحمني إذن أنا مقرة بضعفي وتقصيري فيا ربي ارحمني أنا بحاجة لا إلك يا ربي هذا يجعل مني متواضعة يعطينا تواضع ما نتكبر على الناس ونفكر سرنا أحسن منهم أنا بصلي وهي ما بتصلي والله أنا رايحة الجنة هي يوي ونحكي عن ناس لا يا أختي ما بجوز ما بجوز أنا بصلي ربي اغفر لي وارحمني واهديني يا رب أنا من غيرك ولا إشي يا ربي اهديني لا إحنا بنفكر إنه أنا صرت هلأ نبي من الأنبياء صرنا هلأ أحسن من الصحابة ما بجوز التكبر على خلق الله أو حتى سوء الظن بالناس إحنا ننصح الناس ننصح الناس لكن لا نتكبر على الناس ولا نروح غيبة ونميمة ونروح نفضح الناس فلانا ما بتعمل وعلانا ما بتصلي وهديك ما بتسوي ما بجوز نروح نفضح أخطاء الناس أنا أصبر وأعمل الاعتراف بالذنب لما أنت بتقولي هذا الدعاء وأنت عم تحكي الدعاء من قلبك أنت بتعترفي بضعفك وأنك أنت محتاجة لرب العالمين يا ربي أنا محتاجة لإلك يا ربي تهديني اغفر لي وارحمني يا ربي أنا بحاجة لإلك بعدين لما بنخلص الصلاة أنت بتقولي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبري ومن عذاب جهنم أنت الآن مركزة أنك أنا ما بدي عذاب القبر ما بدي عذاب جهنم لأنه هدفي أني ما أقف يوم القيامة طويلا هدفي أني أروح الجنة على الفردوس الأعلى مباشرة اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال أكبر فتنة على وجه الأرض رح يأتي يعطينا أموال رح يعطينا إذا أنا عبد للمال الآن أول وحدة رح أركض وراء الدجال إذا أنا بتهمني الأموال والجمال والشهرة أول وحدة رح أركض وراء الدجال الناس السطحية والمادية هم الناس اللي رح تركض وراء الدجال تعرفوا البنات الصبايا شو بيسألوني كل ما أحكي كل ما يسألوني عن الدجال هو بفكره الدجال أنه مونستر وعنده عين وكذا وكذا لا بشرح لهم لا هو بني آدم هو إنسان عادي مثلنا وعنده عينتين عادي بس واحدة من العيون ما بيشوف فيها والعين الثانية بيشوف فيها لكن هو رجل الإنسان طبيعي لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه بعض القدرات ولما بيفهموا أنه هو الآن من قدراته أنه يعطيك أموال يعطيك يعني رح يعطيك أموال كتير فبيصيروا بيقولوا بيجوز أحكي له أنه هو رح يطلب مننا هي كلمة واحدة أنت لما بيقول بتعبديني هاي مفتاح بيتك وهاي بانك أكاونت فيه مليونات اللي بدك إياه اللي بدك إياه أنا بعطيك بس أولي نعم بس أولي كلمة نعم عدد هائل من البنات والأولاد بيجوز أحكي له آه وآخذ منه بس أنا يعني ما أعبده سبحان الله أنه لك لا ما بيجوز حبيبتي لا ما بيجوز لأنه إحنا متعودين على الكذب واللف والدوران لا ما بيجوز الدجال بالذات لا يجوز أنه إحنا إذا قلت آه يعني أنت خلاص أصبحت تعبدي ما فيه يا مؤمن يا كافر يا بتقولي آه وأصبحت كافرة يا بتقولي لأ وتثبتين على القيم والمبادئ أما لما البنت بتركض وراء الموضة والأضافر والشعر إذا كانوا الأمهات عم تركض وراء هذه الأشياء كل البشر أصبحت مادية سطحية بتفكر إنه السعادة في هذه الأشياء ويجي الدجال ويقولها بعطيك أنت بس أأمري وتمني وتمني إيش بدك بدي أكاونت بالبنك وبيدي سيارة وبيدي شركة وبيدي 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 ويعطينا أمنياتنا هو فقط راح يضلوا عندنا أربعين يوم أربعين يوم أخدتي أموال وجمال وأخدتي شهرة وأخدتي كل اللي بدكي انتهت الأربعين يوم إيجا عيسى عليه السلام أتلوا راحت كل الأشياء هذه وراح الإيمان وراحت السكينة وراحت السعادة في الدنيا وفي الآخرة إذا إنت ما عندك قيم ومبادئ عارفة إنتي شو اللي بدكي راح تخسري حياتك راح تخسري الدنيا والآخرة أنا ما بدي أخسر دنيايا وآخرتي قسران الدنيا بالجزع والهلع والعصبية والضيق وسوء الظن بالناس أنا ما بدي أخسر نفسي أنا بدي السكينة في قلبي أنا بدي يكون عندي صبر أنا بدي عندي مبادئ أثبت الثبات على مبادئي ما راح أكذب ولا راح أغش ولا راح ألف أدور اللي عندي يكفيني وأشكر الله ما راح أظني أشكي 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 في الشكر شكر للنعم عارفة أنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعطيني يعني إذا كان الإنسان ما بيعرف أنه نبينا صلى الله عليه وسلم تخيلي أنت أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد آل محمد زوجاته وبنات أهله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض أنت متخيلة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع من الخبز يومين متتابعين حتى مات بعد ما أصبح نبي دخل في حالة فقر كان غني لأن خديجة كانت غنية مجرد ما أصبح نبي دخل في حالة فقر أصبح ماله كله في سبيل الله فقد كل شيء بسبب الدعوة إلى الله فقد كل شيء وراحوا على الوادي سكنوهم في وادي أخذوا منهم كل ما يملكون المؤمنين كانوا في وادي في مكة صاروا يكلوا عروق الشجر لمدة ثلاث سنوات وهناك مرضة خديجة رضي الله عنها وهناك بعدها ماتت يعني فقد زوجته وفقد أمواله وفقد كل شيء ومع ذلك ثبت وصبر ليش؟ لأنه عنده قيم لأنه عارفه وليش عايش أهدافه واضحة مش عايش ورى الدنيا وفي رواية في رواية أخرى ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليالي تباع حتى قبض ولما راح المدينة ما أكل طعام البر يعني القمح يعني ما أكل خبز ثلاث ليالي وربعض تخيلي أنت أنه نبينا صلى الله عليه وسلم كان لكن هو طبعا مش مطلوب مني نكون فقيرين لهالدرجة يعني إحنا ما لازم نجوع ونصير فقيرين هذا ليس مطلب لا لكن المطلب المطلوب الرضا والقناعة ليس الكثرة المطلوب هو التواضع وليس التفاخر وحب الظهور المطلوب الصبر والثبات لأن الحياة فيها فوق وتحت فوق وتحت لو إحنا فوق نشكر الله نشكر الله مش ننسى ونروح نفرح ونحتفل لا نشكر شكر 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 ولما ننزل تحت نصبر ونحتسب ومن أول كلام ما له داعي من أول كلام ما يلق نصبر إن شاء الله لحتى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وأيضا عائشة رضي الله عنها روت في حديث لي عروة قالت والله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين يعني شهرين متتابعين وما أوقد في أبيات رسول الله نار النار يعني أنت متخيلة إنه في بيت النبوة ما شغلوا لا فرن ولا غاز أصلا هما ما كان عندهم لا فرن ولا غاز كانوا يعملوا النار ويطبخوا عليها تخيلي أنت الآن بيتك ما شغلت الغاز ولا الفرن شهرين متتابعين تخيلي فسألها يا خالة فما كان يعيشكم يعني كيف كنتوا عايشين إذا شهرين كاملين ما أوقد النار يعني ما طبختوا شهرين كاملين فشو كنتوا تعيشوا قالت الأسودان التمر والماء الله أكبر عايشين على التمر والماء وهذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام فآلت إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار الجيران في المدينة من الأنصار وكانت لهم منايف يعني كانت عندهم مثلا الشاء أو الناقة حيوانات يعني بيحلبوها فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا يجيبونا اللبن يعني كانوا يجيبوه لهم حليب عنزة ولا حليب ناقة اللي هي الجمل ونشرب يعني عايشين على الجمل اللبن عايشين على تمر وماء ومع ذلك عائشة رضي الله عنها كانت تصلي وتصوم وتتصدق وتعطي ولا تشكي ولا تبقي ولا معصبة ولا غيرة ولا نميمة ولا غيبة كان عندهم رضا وقناعة أجين رجع بقول المطلب ليس هو الفقر احنا مش مطلوب مننا نكون فقيرين لكن مطلوب مننا القناعة والرضا وما نقعد نتلفت حوالينا العالم شو عندها ونقارن المطلب ليس حب الظهور والمطلب إن شاء الله إنه يكون عندنا قناعة ونرضى بالقليل آخر شي بدي أقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مر بقوم شاف قوم وبين أيديهم شاتا مصلية يعني قاعدين هيك مجموعة من الرجال وفي عندهم شاتا مشوية الشا يعني خروف عنزة معزة ومشوية جاهزين عم بيشاووها وبدهم ياكلوا فلما شافوه فدعوه قالوا له تعالى اتفضل يا أبو هريرة اتفضل معنا فأبا أن يأكل قالهم شكرا وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير النبي خرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير أنا قاعد أكل طعام ما شوي شكرا وراح فالصحابة كانوا عارفين ليش هم ما عايشين يعني كانت عندهم مبادئ كانوا عايشين للآخرة أجين برجع بقول مرة تانية العمل مش حرام بنشتغل وبنحوش وبنشتري بيت إذا الله أعطانا بس ما بنروح بنمد إيدنا للربع بنشتري سيارة إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا لكن لا نبخل على إخواننا وإخواتنا بنشتري ملابس لكن ليس زيادة عن الحاجة ما عشان نكسر خواطر الناس ونقول شوفوا يا أرض اهتدي ما حدا أدي شوفوا لبسي وشوفوا مكياجي وانتي عارفة إنه في ناس مش لا يتاكل اشتري يا أختي بس لا تحطي على السوشال ميديا لا تكسري خواطر الناس لا تكسري قلوب الناس ما كل العالم قادرة تشتري روحي مشاويري كون بسطي لا تحطي على السوشال ميديا وين روحتي وين إيجيتي يا أختي ما كل العالم قادرة تروح وتيجي لا تكسري قلوب الناس لا تكسري قلوب الناس علشان أنت فرحانة ومبسوطة والله كسرت خواطر الناس من أعظم الكبائر من أعظم المعاصي إنه نكسر خواطر الناس لما نظهر قدامهم إحنا شو عنا انبسط باللي الله سبحانه وتعالى أعطاكي وروحي وتعالي وإفرحي لكن لا تفرجي للعالم وتكسري خواطرهم لأنه هذا حرام والله اللي بيصير قاعد هلأ بين المسلمين والله إنه حرام والعالم عم بتموت من الجوع وعم بنقدم دولارات وعشرة وعشرين وفي ناس عم تشتري ملابس بالمئات عم نشتري ميكياجات بالمئات من الدولارات آلاف الدولارات عم بتحط على أمور مادية سطحية مئات من الدولارات عم بتروح على أكل عشان العالم بتزورنا وبنزور الناس على عزايم العزايم بين المسلمين وأكل والله ما نو بحاجة العالم مو جوعانا مش بحاجة لإله وإخوانا في فلسطين عم بيموتوا من الجوع مش لاقين هبز والله هذا الشيء لا يرضي الله بدنا نقاطع ونكون جديين في المقاطعة نقاطع كل من عاد إخواننا وأخواتنا بإذن الله تعالى وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنصير بنحط من أموالنا بدنا نخفف من الأكل وبندنا نخفف من الشابين وبندنا نخفف من الطلعات والجيات ونحط في سبيل الله ونطعم إخواننا في سبيل الله لازم نعطي يا أخواتي لأنه هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا الآن هذا واجب الآن هذا واجب هذا ليس نافلة هذا ليس تطوع الواجب علينا الآن نحط كل يوم كل يوم كل يوم حطي لو دولار كل يوم حطي من مالك يا أختي ولا تشتري من بضائع اللي بيساعدوا العدو وخلي عندك مبادئ وقيم أنت شو بدك أنا بدي الأساسيات إحنا بحاجة للأساسيات واشتغلي على مشاعرك الآن اشتغلي على الفراغ العاطفي اللي جواكي وركزي أنك أنت يكون في عندك توازن عاطفي شبعي عاطفتك شبعي قلبك بالإيمان بالدعاء بالقرآن الكريم اغسلي قلبك بالقرآن الكريم ادعي الله سبحانه وتعالى أنه يرضى عنك ويرحمك لحتى تروح عندك هذه الكريفنغس بدي وبدي وبدي نحنا ما بدنا من الدنيا إلا أن يشبق وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا وأن يهدينا إلى طريق الصواب أسأل الله العظيم أن يعلمنا ديننا قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نذهب معه إلى الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب إن شاء الله أسأل الله العظيم أن يعطينا سعادة الدارين أسأل الله العظيم أن يعطينا السكينة والرضى والقناعة أسأل الله العظيم أن يبين لنا قيمنا ومبادئنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يصرف عنا سوء الأخلاق وأن يرضى عنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا أخواتي حبيباتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته